المات أخيرة تحب تقولي إيه في التصدير الزراعي للمحاصيل الزراعية المصرية؟ إن شاء الله أنا متوقعاً اللي جاي أحسن وفي سنوات اللي جاية هتشمل توسع أكبر في التصدير في المحاصيل المختلفة وأعتقد أنه هنفتح أسواق أكتر إن شاء الله وكمان توسع في التصدير الغذاء الزراعي بعد التصنيع بعد التصنيع لأنه ده مهم جداً زي اللي بيعمله دكتور محمد إحنا في آخر عشر سنين قدرنا إن إحنا نفتح 85 سوق جديد لحاصيلاتنا الزراعية نتمنى إن شاء الله إن إحنا نزود ونفضل ماشيين في هذا المنوال إحنا السبب في الموضوع ده هو استحداث وحدة نفاذ أسواق خارجية بتقوم بعمل مفاوضات وتقديم ملفات فنية للدول وبنقدر نقنحهم من خلال الزيارات زي ما معالي الوزير ذكر إن كان عندنا وفد من الاتحاد الأوروبي بيراجع المنظومة عندنا وبتأكد إن الاشتراطات بتاعتنا بتمشي بشكل كبير جداً ونقطة أخيرة أحب إن أنا أضيفها هو القيمة المضافة زي ما الأستاذ محمد قال دكتور محمد قال إن لازم نتوسع فيه القيمة المضافة للحاصيلات الزراعية ما نصدرش حاصلاتنا خام إن إحنا نقدر نصنحها وناخد منها عائد أكبر طيب